الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثامن من أبريل تطورات همة وخطيرة القوات الروسية تواصل تقدمها في المحاور التي استطاعت بالأمس التقدم بها إضافة لذلك ضربات روسية عنيفة كانت تطال أوكرانيا سنذكر بعد النتائج هذه الضربات إضافة لكل ذلك سأستمر بعرض بعض المعلومات العسكرية الخاصة لكم حول بعض التشكيلات الروسية والأوكرانية أحبائي رجاء شاركوا الفيديو على أوسى قدر ممكن شاهدوه للنهاية كي تستفيدوا من كامل المعلومات ورجاء لا تنسوا التفاعل والانضمام إلى القناة سنبدأ مباشرة من محاور دنياتسك من قطاع أفديفكا استطاعت الوحدات الروسية مواصلة تقدمها في شمالي بأدلة فوديان حيث استطاعت التقدم في هذه المنطقة باللون الزهري والسيطر عليها بشكل كامل وتثبيت مواقع لها طبعا يخوض المعركة هنا كتيبة سوماليا التابعة لقوات دنيات الشعبية سابقا لذلك استطاعت الوحدات الروسية التقدم في هذه المنطقة على مدى أيام الأخيرة طبعا هذا التقدم هو بامتداد 963 مترا وصل عرض التقدم في هذه المنطقة إلى 840 مترا وفي هذه المنطقة إلى 410 أمتار القوات الروسية ماضية في عمليات التقدم في هذه المنطقة في مسعى منها كما أشرت لكم سابقا وكما كررتها دائما للسيطرة على كامل هذه المنطقة هنا وطبعا الوصول إلى قرية نيتايلوفي إذن كما تشاهدون الوصول إلى هذا الطريق بالخط الأصفر كما تشاهدونه تحاول القوات الروسية الوصول إليه بشكل طبعا من عدة نقاط وليس فقط نقطة واحدة طبعا سأعيد ذكر معلومة هامة القوات الروسية تبعد 559 مترا عن نيتايلوفي انطلاقها من هذه المنطقة بخط مباشر أما للسيطرة الكاملة على بيرفوميسكي تحتاج القوات الروسية للسيطرة على كامل هذا الشارع بامتداد 1240 مترا هذا فيما يتعلق بهذا الاتجاه من قطاع أفدييفكا فيما يتعلق باتجاه المعارك باتجاه أومانسكي تستمر الوحدات الروسية بخوض معاركها على طول هذا الطريق حيث تبعد القوات الروسية 1.4 كم على الضاحية الجنوبية لأومانسكي وتستمر المواجهات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في هذه المنطقة قوات اللواء الثالث من أزوف مدعومة بالكتيبة الثالثة التابعة للواء 25 الأوكراني مع مجموعات أخرى تحاول الصمود في هذا الاتجاه في مسعى منها لمنع القوات الروسية من التقدم وطبعا التحصن عند هذه الدفاعات الأوكرانية التي تشاهدونها باللون بالخط الأزرق القوات الأوكرانية تحاول تأخير تقدم القوات الروسية باتجاه أمانسكي أما فيما يتعلق باتجاه سامينيفكا تستمر المواجهات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية بشكل عنيف لم تستطع القوات الروسية منذ يومين إحراض أي تقدم في هذا الاتجاه الوحدات الأوكرانية تحاول الصمود قدر الإمكان وتحسين وضعها في هذه المنطقة أما في اتجاه بيرديتشي تستمر عمليات القصف الروسية للمواقع الأوكرانية كأنك أيضا استهداف لمركبة على طول هذا الطريق المؤدي من بيرديتشي باتجاه أوشيريتيني تم استهدافها وتدميرها طبعا من قبل القوات الروسية إضافة لذلك حققت القوات الروسية بالأمس تقدم مفاجئا استطاعت السيطرة على هذه المنطقة كما تشاهدون ومع ساعات الفجر استطاعت الوحدات الروسية تثبيت نقاط إضافية لها في هذين الاتجاهين بداية في هذه المنطقة وكما أشرت لكم سابقا القوات الروسية لا تحاول التقدم بشكل حربة تحاول دوما التقدم بشكل مستقيم ومتوازن كي لا يكونك عمليات التفاف أو عمليات ضرب في الخاصرة وبالتالي وسعت القوات الروسية سيطرتها في هذه المنطقة تقدمت بعمق مائتين وخمسة وسبعين مترا على امتداد كيلومتر واحد واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون في كامل هذه المنطقة القوات الروسية موجودة حاليا تثبت نقاط لها باتجاه نوفو كالينوفي أما أيضا كان هناك تقدم للقوات الروسية بهذا الاتجاه بعمق أربعمائة وتمانين مترا وعلى امتداد تسعمائة وتمانين مترا القوات الروسية سيطرت على هذه المنطقة وسعت سيطرتها كما تشاهدون وبالتالي باتها يمكنها الضغط على القوات الأوكرانية بشكل أو على نطاق أوسع من كامل هذه المنطقة الممتدة هنا كما تشاهدون القوات الروسية ماضية في عملياتها باتجاه نوفو كالينوفي وكيراميك المنطقة هامة جدا هنا طبعا لم تلك اهتماما إعلاميا ولكن كما قلت لكم المنطقة هنا هامة جدا لربما تحاول القوات الروسية الضغط باتجاه أشيرتيني الهامة جدا والمحصنة تحاول ربما القوات الروسية الضغط إلي عليها بانطلاقا من هذه الجهات وليس فقط من جهة بيرديتشي وسامينيفكا إذن نحن أمام معركة واسعة عن نطاق في هذا الاتجاه هل ستستطيع القوات الروسية خوضها إضافة هناك سيناريو آخر وهو تقدم القوات الروسية في هذه المنطقة للسيطرة على هذا الطريق الرئيسي وطبعا الوصول إلى ما هو أهم الوصول إلى كوستانتينيفكا الهم جدا والتي قلت لكم هي دوما كانت محور خط اهتمام ومحور انداد للقوات الأوكرانية بين كطاع باخموت وبين بوكنوبيسك في هذه المنطقة وبالتالي أي تقدم في هذه المنطقة من شأنها أن يضغط على القوات الأوكرانية في محور العمليات أحبائي هناك أمر إضافي آخر أريد تركيز عليه سبق أن قلت لكم لمدة شهرين متتاليين القوات الروسية كانت تستخدم أسلوب الضغط على المحور حتى تتمكن القوات الأوكرانية من إرسال قوات إلى هذا المحور فتقوم القوات الروسية بمهاجمة المحور التي تم تفريغ منه قوات وبالتالي هل الهجوم في اتجاه أفديفكا وفي اتجاه شازي فيار هدفه تفريغ محاور أخرى من القوات حتى تتمكن القوات الروسية من شن هجمات هل هو هجوم كما يشفر قول تمويه للتقدم في محاول أخرى هذا ما سيكشف الوقت أما فيما يتعلق باتجاه شازي فيار تتواصل المعارك بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية طبعا المعارك مستمرة داخل الضحية الشركية في شازي فيار حيث استطاعت الوحدات الروسية منذ أيام السيطرة على هذه المنازل تحاول القوات الأوكرانية إخراج القوات الروسية ولكنها لم تستطع ذلك حتى اللحظة تذكير بمعلومة إضافية القوات الروسية تبعد من هذه النقطة 413 أمتار عن الضحية الشركية لشازي فيار من هذا الاتجاه إضافة لذلك القوات الروسية لديها وصول إلى هذا الطريق ويمكنها الدخول عبر هذا الطريق أيضا باتجاه هذه المنطقة وبالتالي القوات الروسية كما تلاحظون سأبعد الصورة قليلا تحاول الدخول إلى شازي فيار من عدة محاول وفي نفس الوقت تحاول الدخول باتجاه كل منطقة التوسع والتطوير هجمات إضافية لعلها تحاول تقليل الخسائر في صفوفها أما باتجاه بودانيفكا فطبعا هناك الكاتيرون يتحدثون حول موضوع دخول مشات القوات الروسية البحرية باتجاه كالينينا طبعا هذا غير صحيح القوات الروسية تقدمت بشكل كبير وبشكل ضخم في المنطقة هنا في اليومين الماضيين نعم ولكن قوات اليواء 56 الأوكراين متمركزة هنا إضافة إلى هذه التحصينات وإضافة إلى الرواء اليوت الذي يضم الكثير من الأفواج والتشكيلات تحت سيطرته والتي تنتشر في كامل هذه المنطقة لمنع القوات الروسية من التقدم في هذا الاتجاه طبعا منطقة مسؤولياته في هذا الاتجاه طبعا معركة كبرى تجري في هذه المنطقة وننتظر مزيدا من التفاصيل أي تقدم سأعلنه فورا أما فيما يتعلق باتجاهي باللوريف كأحبائي فكان هناك محاولات تقدم للقوات الروسية في هذا الاتجاه للوصول سفح منجم أو مقلع التباشير استطاعت الوحدات الروسية الوصول إلى هنا ولكن تم استهدافها من قبل القوات الأوكرانية وبالتالي تستمر عمليات الاستهداف في هذه المنطقة ولكن لا سيطرة يمكن أن تكون فعلية للقوات الروسية إضافة لذلك أحبائي كان هناك ضربات على منشآت ومحطات الغاز قامت المسيرات الروسية باستهداف منشآت الغاز وتخزين النفط في هذه المنطقة ضربات كبيرة للقوات الروسية حققت نتائج هم باستهداف امدادات القوات الأوكرانية في هذه المنطقة بالذات طبعا أحبائي منطقة تتلقى الامدادات من أوروبا وغيرها وتقوم بنقية للخطوط الأمامية أما فيما يتعلق بموضوع التشكيلات العسكرية فتواصل القوات الأوكرانية إرسال تشكيلات إضافية من أزوف من خيلسون وزابوروجي إلى منطقة شهزي فيار إضافة لذلك القوات الروسية عززت مواقعها في اتجاه بخموت تحديدا باتجاه شمال كطاع بخموت عبر العديد والعديد من الكتائب في هذه المنطقة هنا أحبائي المعركة المستمرة الاشتباكات مستمرة في كافة أنحاء البلاد بين الكوات الروسية والكوات الأوكرانية كانت هذه أبرز التطورات طبعا أي جديد سوافقكم به لا تنسوا متابعة القناة دوما لا تنسوا دعوة أصدقائكم وتفعيل جرس التنبيهات حين تنضمون القناة أريد أن أشكركم دوما على كامل محبتكم وثقتكم ودعمكم لا تنسوا الدعم المادي لأعضي القناة يمكنكم سؤالي عبر التعليقات حول كيفية الدعم شكرا لكم مجددا وإلى اللقاء